على وقع تحركات دولية واسعة تعقد لجنة الرباعية الدولية حول اليمن اجتماعا هو السابع من نوعه يعتقد أنه سيقف على آخر التعديلات المعلن عنها في خطة الأمم المتحدة للسلام في اليمن الرباعية لم تعد كذلك إثر انتظام حضور وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اجتماعات اللجنة منذ اجتماع جدة ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الألماني حسب توقعات ستعقد الرباعية اجتماعها وسط مؤشرات على مرحلة جديدة من الاهتمام الألماني المعلن بمجريات الأحداث في اليمن فيما ذهب بعض المراقبين إلى أن دخول ألمانيا على خط الأزمة اليمنية ربما يشكل ملءا للفراغ الذي خلفه كيري الذي كان قد قطع شوطا كبيرا في التأثيث لدور أكثر تأثيرا للانقلابيين سبق هذا الاجتماع زيارة قام بها مفوض شؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي بوزارة الخارجية الألمانية في ليبا كرمان إلى الرياض قابل خلالها الرئيس تلتها زيارة للأمين العام المساعد للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيل جاشميلد التي التقت الرئيس هادي عن أن جولتها في المنطقة سوف تشمل إيران لم يكمل المبعوث الأممي جولته في المنطقة فلم يلتقي الرئيس هادي ولم يلتقي الانقلابيين ما يعني أن اجتماع الرباعية ربما نظم على عجل وأريد له أن يفرض حقائق جديدة على خط التسوية التسريبات المرتبطة بالتعديلات الجديدة في خطة الأمم المتحدة للسلام كانت قد أكدت أن هذه التعديلات سوف تخضع لنقاشات من جانبي الأزمة السلطة الشرعية والمتمردين في وقت تشير فيه الانباء إلى أن المبعوث الأممي قد يتجه بعد برلين إلى مجلس الأمن لكن عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس هادي الذي أقر في تصريحات له أن اجتماع الرباعية يأتي في توقيت حساس وصف هذا الاجتماع بأنه مهم ونقطة النهاية للمشروع الانقلابي وأعرب عن أمله في أن تنظر الرباعية للقضية اليمنية بكل حيثياتها بعمق بما يتواكب مع المستجدات على الأرض وحاجة اليمنيين إلى السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وأبقى المفلح على خيار الحسم العسكري في ظل تعنت الميليشيا الانقلابية ورفضها لكل المساعر رامية لتحقيق السلام وعودة مؤسسات الدولة أسئلة كثيرة تدور حول مغزى الاجتماع الذي يأتي على خلفية تطورات عسكرية مهمة في سياق المواجهة بين الحكومة والانقلابيين اشتركوا في القناة